بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي العربي الهاشف أمين أصحاب الفخامة والسمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد بداية نشكر جمهورية مصر العربية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على استضافة وتنظيم المؤتمر السابع والعشرين للتغير المناخي ونشكر المملكة العربية السعودية والخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود على إطلاق مبادرته الشرق الأوسط الأخضر لقد شارك الأردن في مختلف الاجتماعات الفنية الخاصة بهذه المبادرة وذلك إيمانا منا بهميتها وموائمتها لخططنا واستراتيجياتنا الوطنية الهادفة إلى زيادة الرقعة الخضراء للمملكة الأردنية الهاشمية والتخفيف من آثار تغير المناخي والحد من التصحر وتدهور الأراضي وعلى الرغم من التحديات التي تواجه المملكة من قلة الموارد المائية والتي تفاقمت نتيجة لاستقبالنا العديد من موجات اللجوء خلال العقد الماضي إلا أننا لم نغفل أهمية الحفاظ على البيئة في خططنا واستراتيجياتنا الوطنية إذ إن الاقتصاد الأخضر والعمل المناخي جزء لا يتجزأ من محركات النمو التي أطلقها الأردن مؤخرا ضمن رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر القادمة والتي نسعى إلى تحقيقها من خلال شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص محلياً وأقليمياً ودولياً وبمشاركة الشباب والمرأة ما نأمله اليوم هو سير قدماً في تنفيذ هذه المبادرة المهمة التي نرى بأنها ستكون نقطة الانطلاق لتبني سياسات ومبادرات على المستويات الوطنية والإقليمية لمواجهة أثار التغير المناخي وختاماً علينا أن نعمل معاً لوضع السياسات والبرامج والحلول المبتكرة التي تكفل مستقبلاً أخضر ومستداماً لهذا الجيل والألجال القادمة والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر